الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه واتابعين لهم بإحسان إلى يوم البعث والجمع والدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزى الله خيرا القائمين على شأن هذه المحاضرة الذين أعلنوا لها والذين سعوا في قيامها والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صيح مسلم في كتاب الزهد من رواية سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال قال رسول الله أو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب العبد التقية الغنية الخفي بعض الناس أخفياء وينشرون الخير وهم من المصلحين ولا يعرفهم الناس ويكفي أن الله تعالى يعلمهم سبحانه وتعالى أنا ذا رنبه تنبيه قبل ما أواصل في كلام الشيخ أداب حفظه الله تعالى بالنسبة لكلام المقدم الله يحفظه فأنا بقول له لبقية الإخوة ما يبالغ في المتح والثناء ويتق الله في أنفسهم وفي إخوانهم لأنه نحن أسمى ساكين وشباب وما عندنا شي فأسأل عملنا وقرأنا آيات وعرفنا أهم شي في الدين التوحيد وعايننا بلدنا ذي فيها حاجات بتمغس وذا أن ننشر العقيدة حظل كم شكلة وكم مناظرة وكم حاجة الله يتقبل إنه القاموا بها طبعاً أنا مسكين سايا لكنه في النهاية القاموا بها يعني الله يتقبل منه وأنهنا مساكين الدعوة دي قديمة وآخونا نحسبه يعني خير لكن في النهاية شنو شيخ مقبل واحد قال له خالد السبت قال دعوة الزندان منتشرة وناجحة وكلمة بالمعنى دي أفضل من دعوة مقبل وشيخ مقبل علق على الكلام ده أول شي قال خالد السبت ده كان زمان مهم وثاني بار الأخوان لخبتة قال لخبتة في النهاية خالد السبت ده جلده شوية ومشى قبل على الزندان جلده شديد ومشى قال أما دعوة مقبل مقبل ليس له دعوة قال 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 إنما هي دعوة أهل السنة وذي دعوة الحق وبيّن انتشارة في اليمن وفي غير وقال مقبل باللفظة دي هو بيتكلم قال مقبل لا يساوي بصل مقبل لا يساوي بصل ده زول محدث وزول يعني نحسبه الله حسنه ما أروف شيخ مقبل فأني أنا في النهاية مساكين الناس بادية ودارة تدعلم ودارة تمشيك يا أخي الإمام الذهبي ذكر عبد الله من مبارك وذكرنا السفيان الثوري والجماعة ذي ومدحوا نجاب عليمون وكذا الذهبي بعد قبل عليه نفسه قالوا أما نحن فيا لخصة الهمم الذهبي قالوا أما نحن فيا لخصة الهمم لا يحفظ أحدنا إلا القرآن والبخاري ومسلم سنن أبي داود والترميدي وابن ماجي وحفظين الكتب الستة وكم كتاب كذلك والقرآن همتنا خصيصة قالوا فالناس بها جماعة ما تبكونه وتدعبونه الناس ما زاقين يا أخي أولا مسفارقنا الرقشة ما عندنا شيء ما تدعبونه زايا فالله يحفظون الآخرة زي ما ذكر الشيخ حفظه الله تعالى دي رحلة ورحلة مبتا مش لها باختيارك لأنه لو باختيارك دار ترجع وراء حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي شنو يرجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون والتاسي أبشرك أنت ما حاسي لكن التاسي قاعد تلهم في البطاطين بتاعت الرحلة والشنط والحاجات والبوكس اللي بيجي بسوقك بيجيك بس في الناية هم حدد محل معين أنت ما عارفه بمسكك فيه بيجي مالك بسوقك أنا عبرت لك يعني أنت في نائب تمش وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت وفي أجل معين الأجل ده لما نتم ما فرجع لو بيجيت كويس بتموت أيام بتموت غنيان تخلي قروشك بتموت عندك سلطة بنزلوك بتموت الناس القويين ماتوا زي قوم عاد عاد لهم قوم هود عليه السلام الناس اللي عندهم مصانع وعندهم وعندهم زي ثمود ماتوا الناس اللي عندهم موال زي قارون السي شيخ ذكر لك جزء من قصته ماتوا الناس اللي عندهم ملك زي فرعون ماتوا الناس اللي عندهم شجاعة وقوة زي الصحابة عمر بن الخطاب وغيره ماتوا الناس اللي عندهم قبائل بيه قبائل ماتوا الناس الأدقياء وعباد زي النبي عليه الصلاة والسلام والأنبياء ماتوا شباب ماتوا زي معاذ بن جبل كبار في السم ماتوا زي أبي قحافة أبي قحافة والد أبي بكر الصديق رضي الله عنه نساء ماتوا رجال ماتوا الزولة الداري موت بموت والمداري موت بموت يعني إت في النهاية ما عندك صفة أحسن من ديل ما عندك صفة بتخلدك في الدنيا كل من عليها فهم ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ومن هنا تبدأ الرحلة مما إت راقت في العنقريب لو ما موت في حادث راقت في العنقريب ونفسك ده بدأ يتضايق وبدأت تطشش ومرة تشوف الغرفة واسعة مرة ضيقة مرة الناس الواقفين جنب العنقريب تشوفهم ومرة ما تشوفهم بعد شوية تشوف ملائكة نازلة واجنحة انت خلاص الرحلة بعد دا انت تركيبت السلم تعالى العربية وتركيبت الصندوق دي هو بعد دمو ودينك قدام ودي قدام تاني ما فرجع ما فرجع إلا يوم القيامة تقف بين يدي الله سبحانه وتعالى الملائكة جاد الموت فيه ثلاث مصائب واحد تشوف الملائكة أول مرة تشوفهم الملك شكله ماذا قدر الإنسان الملك خلقه عظيم كما في سنن أبي داود صحاو الحاكم والذهب والألبان عليهم رحمة الله من رواية جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة السماء من ملائكة الله تعالى من حملة العرش أن ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة سبعمائة سنة بز منظان الملك لكذف سبعمائة سنة التراكب حصان وده بجيك بجوك مجموعة بتاعت ملائكة ملك الموت بيجي بجم راسك بتشوف هذا وملائكة يا بليمين بيض وبشرك مما تشوفهم بيض قدام كله أبيض ياسود بشمال معناه قدام دا مظلم أسود طوالي من الموت دا إنت بتعرف الحاصل من الموت أقرأ صورة النحل الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم أبشر بعد دا قدام خير ولا لم فيك جلد في الموت الناس ما جايفين الجلد وإنت بتنجلد ملائكة بجلدوك وإنت ما تحاسي لكن جنبك ما جايفين هذا أبوك وده ولدك ما بيقدر يحجزوك كما في سورة الأنفال ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد ملائكة بتشوف بعينك داهية واحد اثنين المودة فيه نزع فيه ألم وإذا الملاريا والتائفد واليارقان والبواسير وشنو شنو دي أمراض بسي تبتدألم أمراض الأمراض دي ما معروف هبشة الروح يمكن هبشة فهدى ملك دارينا لا أقلع وإذا هب جتة بتحميك النوم ودارينا لعوها الروح والنازعات غرقى غرقى والناشطات نشطة عشاكي المودة فيه ألم ألم قال ابن رجب الحنبلي رحمه الله في كتابه جامع العلوم والحكم قال والآلام والشدة التي تكون في الموت لا تعدلها آلام الدنيا ما في آلام أحرمنا قد تسيخ في نار لما انبقت حمراء هبشوك باء في أعضانك ما أحرمنا لم الموت جاب خنجر قد قد لك عينك ما أحرمنا الموت لم في جسمك دسل أخو حتة حتة وحتة حي وعيونك وجسمه ما أحرمنا الموت ده آلام آلام شديد والزول قاله ما بسرخ لأن الزول اللي بسرخ ده بكون مدألم بجزء من جسمه وعنده نفس ولسان وقوة جزء من جسمه بسرخ بها وفي جزء مدألم لكن في الموت ده جسمك ده كتما والتب ما في طريقة تسرخ لو الدوء قوة تسرخ بها كان لم يتم بد والشقيلاب والجماعة لكنه ما بتقدر تسرخ ولذلك الموت دفيه شدة قال الله تعالى وَجَاءَتْ سَكْرَةُ بالحق ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيد تَفِرْ وَتَهْرُبْ عَطشان تَشِرَبْ جَارِي مِنْ الْمُوتِ وَلَكَ يَا غَدِّينَ دَرْ تَكْتُلْنَا بَالْعَطَشِ جَارِي مِنْ الْمُوتِ جِعَان تَجِرْ تَاكُلْ جَاكِ صُدَاع جَاكِ حَاجَ وَأَذَسْتِ مِنْ أَخْوَانَا قَبْلَ أَيَّامَ عنده مشكلة في الدرس وبحثين جاولا بيجاي قال له والله تعارف الهام دي في سرطانات فوق في المحل دي في سرطانات قال له والله خوفت خوف لما شد قاله درس قلت الحمد لله أنا قال له سرطان داري والدين قال سرطان معقولة يا أخي جولي موت بالطريقة دي ولذا كنت في ألم شديد بعدين عليه شو ده مفروض كلام موت الناس ما تضحك فيه لكن هذا الله العافل موضوع خطير جدا يا ناس والله ده ألم شديد تدارت عرفه والألم ده شديد إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام في البخاري يضع يده في ركوة ماء أو ركوة ماء ويمسح بها وجهه ويقول لا إله إلا الله إن للموت سكرات لا إله إلا الله إن للموت سكرات يا ما هتخيل زول الروح دي بمرقوة الأعصاب بتاع الكرعين بتاع الكرعين واليدين والعصاب بتاع العيون والبطن وغيرة وأي شي بتقطع من جسمك ده نزع ألم شديد جدا وهول فالموت ده جماعة مؤلم فيه ألم شديد السكرات الداهية التالتة سماع البشرة أو استماع البشرة إما بالخير أو بالشر ما هو المودة مع الألم بتاع الجسد إنت بعد ده تبقى فيه خوف وفيه رجاء يا إما ترجو رحمة الله سبحانه وتعالى وإن الملاكة دي تبشرك بالخير يا إما إت خايف من عذاب الله وإت في الدنيا دي واقع فيه شر كتير والملاكة دي تبشرك بالشر والكلام ده في حديث البراء رضي الله عنه في مسنة إمام أحمد وفي سنن الترمذ هو الحديث طويل بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم أو خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار والقبر لما يلحد جلس النبي صلى الله عليه وسلم إلى شفير القبر وبيده عصى ينكت بها على الأرض قال البراء فاستقبلته أي من وجهي لأنظر ماذا يصنع فتكلم النبي صلى الله عليه وسلم وكان من حديثه ومن كلامه أنه وصف حال المؤمن في الموت وصف حال الكافر والعاصر حديث طويل قال إذا كان العبد المؤمن في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخراته ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس بحنوط من الجنة وكفن من أكفان الجنة فتقف عن يمينه مد البصر ثم يأتيه ملك الموت فيقف عند رأسه فيقول أو ينادي يا أية النفس الطيبة أو الطيبة يخرج إلى روح وريحان ورب راض غير غضبان قال فتخرج كالماء من في السقاء فما تدعوها ملائكة الرحمة في يد ملك الموت طرف تعين حتى تأخذها فتغمسها في ذلك الحنوط فيخرج منه كأطيب ريح وجد على ظهر الأرض ثم يعرج بها إلى السماء فما مرد بملئ من ملائكة السماء إلا وقالوا روح من هذه الروح الطيبة فيقولون هي روح فلان وفلان بأحب أسماء له في الدنيا أو بأحسن أسماء له في الدنيا حديث طويل مذكرناه قبلك ده الموتى جماعة مجرد ما مت غسلوك وكفنوك بعد دب ودوك القبر باختصار شديد في القبر ده بدخلوك في شبر ومتر ونص الشبر ده تعين بشمالك تراب أو طوب يمينك تراب قدام تراب وراء تراب لا في مروحة لا في لنبة لا في شاي لا في فطور لا في أكل لا في أنيس لا في جليس ده في البداية وراااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا اللي يسي 1400 سنة زول تحت الارض الديدان تجي في نخرتك تخش في البطن جوا دوابي تجي مع الشبية تحت حق نمل في عيونك لغ شغالة تقيلة جدا وريحة وتغير يا جماعة الشغل ده والله الناس ما جايب الخبر موضوع ده والله خطير للنهاية وما فرجع كان بكيت ما برجعوك تتوسط ويأمنو وليمنو وعشان يرجعوك لشنو أدوك فرصتك كاملة في الدنيا دي وجوك الملائكة من ربك موحد ربي الله ما دينك الإسلام من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم رسول الله ما علمك قرأت كتاب الله فأمنت به وصدق لأربعة سنة أربعة في حديث البراء السابق ومن تمشي لنهاية من ربك معلق حجاب عقيدتك في الحجاب والله ما تقدر تجاود لأنه حجاب ومنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة الله بثبتك ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ما دينك فإن فعلت فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين ما تمش ليه كاهن ولا عراف ما في الزمن ده زول كاهن ولا عراف يقول أنا كاهن وأنا عراف يتذلها كثاك هو في حرامي بقول أنا حرامي يا ناس هوي أنا حرامي كاهن وعراف ويعمل لك في آنك برشيخ يستحمى ساعة ونص تلمع وحالك جديد ولبس له طاقية وخدت له طرحة ويجب له شال يعمل علامة فيه بشال وشايل له حاجة زي جنزير الموتر وشايل له عصايا بيجاي ومعه خمسة سبعة بيجاي وده الكاهن ذاته وده العراف ذاته ما بتقول لن رايحة وين وبكرة بيحصيش هنا وأنا لو مشيت البلد الفلاني دي مشيت دي كويسة ولا ما كويسة ده ما الدعاء علم الغيف ذاته انت قال على مدفيدة ياه وشنو وده كروس عامر وده كروس طوالي وده منتي مر واحد قل لا يعلم أن في السماوات والأرض الغيبة إلا الله وما يشعرون أيانا يبعثون السؤال الثاني ما دينك ما دينك دي يا ماذا أن نجيب اسم يميز لأنه في ناس عيانين وعياهم ذاته مارك برا تجيب اسمه يسرخ وي لخبت في الدين ما دينك جواب واحد بس الإسلام ومش لخبت بحاجة تاني جماعة كذي وجمعية كذي والله الدك حديدة لما قلبك يجف واصلوا هاك في جوة وانا طريقت كذا وانا كنت كذا وانحنا في ناس كذا ما دينك دي واحد بس ما دينك الإسلام بس إن الدين عند الله الإسلام أصلا لما المبتدى والخبر إيجنا لتنين معرفات دا حصر الدين نصيحة ولا الدين نصيحة معرفة بالآلف واللام الدين النصيحة أصلا الدين الإسلام ديهم لا يسميع مبتدى وخبر الدين الإسلام الله أكد إن الدين عند الله الإسلام يعني دا كلام محصور الدين عند الله واحد بس الإسلام بس ما في حاجة تاني وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا إلى آخِرِه الآيات من سورة الحج والقبلية من سورة علي عمران فالزولة جماعة ما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيه تتبع الرسول صلى الله ما تشتغل بالعطالة البر دين ما ليش أنا ألفازك دي بالدارج العطالة البر دين أي زول دعم في السنة دا عاطل مما تجب عنده قال لك هو يا بدقن بدقنكم دي غبيحة قل للرسول عليه الصلاة والسلام قال في البخاري ومسلم حفو الشوارب أو الشارب واعفو اللحة لكن والله أنا ما دائرة عاطل قل لي يا عاطل دا سيدك قال سوه قل قال حالقو ابن حلي دا ما حق جماعة أي زولة الآن في خاصة الفترة دي أي زولة عنده علمانية ولا بوادر علمانية ما تقول ليه براحة كذب مما تعالك في السنة قل لي عاطل في نخرتك دي عاطل عاطل سافل قل والله لأنه الآن بوادر الشرطة في بلدنا دي ظهرت ما بنفع تكسر نخرتك ويستهتروا بالدين ويتا تتمسكن زله زله قل لي أنا متبع الرسول أرجل زول وصيرت فوق شغالة كل دقيقة لازان شغال أشهد أن محمد رسول الله تحدى قل لي إنت متبع وده بجيبه في ميكرافون كل دقيقة في العالم وقل لي هذا نبي نتبع وده الدين وبنمشي عزيزين في الدنيا دي بنفوتك وفي الدين متبعين الرسول صلى الله عليه وسلم ما تنكسر له تتمسكن وتجعل استحياء وتخجل وكذا قل لي يا خلا ما تتابع لأي زول جماعة رسول عليه الصلاة والسلام قال كذب ويتتبعه بعد ذاك السؤال الرابع معروف ما علمك قرأت كتاب الله فأمنت به وصدقت ده في الحديثة القبر انتهى القبر ده فيه نعيم المؤمن جوه قبره من النعيم اللي بيشوفه يفتفع باب للجنة وكذا 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 ويوسع له في قبري ويجيه رجل أبيض عمله الصالح في شكل رجل أبيض ويشم ويشم ريحة طيبة وسعاء في القبر لو المؤمن ده في قبر قالوا له تقعد في القبر ده وتمش قدام ولا ترجع لأوليداتك وليشغلك وعرباتك وعماراتك بيقوله مش قدام من النعيم اللي بيشوفه ومن الإكرام ومن الخير أما الكافر ده يعزف في القبر ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون النار يعرضون علي غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخل آل فرعون أشد العذاب في مسند الإمام أحمد قال في ملك اسم الأقرع بيده مرزب من حديد لو ضرب بها جبلا لصار ترابا جبل الدو التر بيبقى تراب بودرة والد وده بجيك تبع ضيماتك وفي المحل الضيق ما ربك تقول تتلفت ها ها لا أدري بيديك طوال لو ضرب بها جبلا لصار ترابا في المحل الضيق عذاب شديد هو قال لك في القبر ده في شغل كتير أقرأ حديث في البخاري حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه في ناس في القبر الزنات والزواني بدخلون في فرم في القبر في حياة البرزخ الزنات والزواني المات أبو لما ماتوا يدخلون في فرم أعلاه ضيق وأسفله واسع يدعزبوا جوه في الزول الماكل الربع يدخلوا في بحر من دم وواحد قاعد في القيف ويضربوا بالحجار رفضي خشمه في الزولة اللي بيكذب ويضحك الناس وكذبه وتطير في الآفاق يقردوا بالمقاريض الحديد زي الكماشات حديد الشفة التحت السفلة إلى منتصف البطن والعليا إلى منتصف الرأس عذاب شديد ده في القبر الزولة اللي بيسمع على أذان هناهم بالصلاة في الحديد ده ذات سامر ابن جند يجيبوا داك يرقدوا وبصخرة واحد فوق يضربوا رأسه يتهرس يتهرس ويتدحدح الحجر الصخرة ويأتي بها فإذا رأسه قد نبت فيضربه ينام عن الصلاة المكتوبة يسمع القرآن ويُعرض عليه القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة قبر ده الله فيه شغل والرسول عليه الصلاة والسلام في سنن أبي داود قال مررت ليلة وسري على قوم معهم أو بقوم معهم قال لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم نحاس قلت من هؤلاء يا جبريل قال الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراض غير واجه حق قبر ده تشوف بر والمطر ضارب والجو ربيع إذا صح التعبير إذا صح التعبير الجو كذي يام الربيع هنا وشوف شو القبر حاجة سمحة ويتم ابتلب كم دين كذي تقول والله والله كان خشيت هنا وجوه كان فتح وليك آزول وليك الموضوع ده دار استعداد والله الذي لا إلى غيره دار استعداد ده عالم جوه براه عالم عالم وتمش قدام القيامة الزمن جطح الزمن جرح الذي ما تم الزمن دار لا يوم تاني لكن القيامة ده ما كلام طويل بس باختصار باختصار شديد أنا بقرأ لك 14 راية من سورة التكوير حديث في سنان الترمذي صعاه الألباني من رواية بن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أو من أراد تلقاه برضو في تفسير من كثير لسورة التكوير من أحب أو من أراد أن ينظر إلى يوم القيامة دار تفتح كي يشوف يوم القيامة رأي عين كأنك شايفة فليقرأ إذا الشمس كورت إذا السماء انفطرت إذا السماء انشقت التعلات صورتي إذا الشمس كورت قال ابن كثير عن علي بن أبي طلح عن ابن عباس من كاف في السند ما قال قال إذا السماء إذا الشمس كورت إذا الشمس كورت أظلمت وقال مجاهد والضحاك عليهما رحمة الله إذا الشمس كورت أيض محلت وذهبت شمس بتطفي شمس يوم القيامة وإذا النجوم انكدرت تساقطت نجوم حسي مطر بتاعت نجوم تقدر تسبتيت كر نجوم نزلت وإذا الجبال سيرت ويسألونك عن الجبال فقل لينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترا فيها عوجا ولا أمدا وإذا العشار عطلت وإذا العشار عطلت أي سيبت قال ابن كثير فلا ينظر إليها أسيادها ولا الناس الناق الحامل في العشار ما الغالي عند العرب لكن من الهول يوم القيامة من الهول بتجي ماشا حامل ما بزول بعين لها عطلت سيبت ماشا في أرض المحش وإذا البحار سجرت هذه البحار تسجر توقد من تحتها النيران مو يو وراء تحت نار تغلي تسلي الناس سلك إذا دخلوا فيها وإذا النفوس زوجت الأرواح ترجع إلى الأبدان ذا تفسير ثلاثة تفاسير التاني وإذا النفوس زوجت المؤمنون يزوجون بالحور العين والكفار بالشياطين وإذا النفوس زوجت التفسير التالت في تفسير ابن كثير برضو في تفسير ابن كثير قال عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يذهب كل شيعة مع شيعتهم مسلم مع المسلم الجن الكافر مع الكافر النار وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت والأدقاء إذا المظلوم لما نسألوا قدام الظالم دتو بيخ للظالم الموؤودة ما دفنوا حية البت بأي ذنب قتلت دتو بيخ للظالم وقال وقال بعضهم هي التي تسأل ببعض من كثير ذكر الكلام هي التي تسأل بأي ذنب قتلت في الدنيا وَأَلَّا جَلَّ وَعَلَا زَكَرَى الْآيَاتِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ تِشَقَّقْ والناس صفوف والجن صفوف والسماوات هي سماة تشقق الملائكة يحيط بالمشهد يقول الانسان يومئذ أين المفر أجر بيوين ملائكة محيط إلى ربك كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الانسان يومئذ بما قد مؤخر وإذا الصحف نشرت تتطاير فأخذ كتابه بيمين وآخذ كتابه بشماله وراء ظهري يد ملوية وراء ظهر شمال وإذا الجحيم سعرت تجمار في صيح مسلم لها سبعون ألف زمام سلسل مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرون دي قدر كيف والملك من ضانه لكتفه سبعمية سنة التراكب حصان يعني باقي جسمه قدر كيف ودي سبعين ألف ملك جارين سلسل واحد وي سبعين ألف سلسل ويجوا جارنا وبتعاين للناس لها عنق لها عنق وألا جل وعلا قال تكاد تميز من الغيظ وألا جل وعلا قال لها زفير وشهيق وقال إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا هسي لو جاتور هايج وعنده صوت الناس بتي الضاير دي جهنم جاية هايج قال لك والناس واكف شاكي الناس كرعا ما بتشيل من الخوف رب تقا رب وترى كل أمة والطفل شيب طوالي راسه يبقى شيب كر فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا يعني بيبقى شيب يعني راسه ده بيبقى أبيض وما عنده أي ذنب ما بالك باقي المحاصر الله جل وعلا قال وإذا الجنة أزلفت آه ختمنا خلاص وإذا الجنة أزلفت قربت وزينت بعد ذا قال علمت نفس ما أحضرت أنت تحضر لربك سبحانه وتعالى العمل الصالح والتوبة تركز على العقيدة زي ما ذكر الشيخ والتوحيد تجتهد في ما يرضي ربك سبحانه وتعالى أسأل الله يوفقنا وياكم لما يحب ويرضى ويأخذ بناصينا جميعا إلى البر والتقوى جزاكم الله خير صلى الله عليه وسلم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر